اكد الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري ان ما يشهده لبنان من انحدار بعض اعلامه الى لغة الشتاء بحق دول عربية والنيل من كرمات قادتها على شاكلة ما نشرته احد الصحف بحق المملكة العربية السعودية وولي عهدها الامير محمد بن سلمان والقائم باعمال سفرتها في بيروت وليد البخاري مؤسف جدا وقال الحريري في بيان له ان ما نشر من اسفاف بحق المملكة العربية السعودية وولي عهدها مدان ومرفوض بكل المعايير ولا يمثل لبنان واللبنانيين ولا يمثل حرية الصحافة اللبنانية بكل تأكيد ان ما يمثل الوباء الذي بات يتفش في جسم بعض الاعلام اللبناني وما يحتويه من ابواق واقلام مأجورة تفتقد الى الحد الادنى من الاخلاق وتابع الحريري قائلا ان واجب اللبنانيين جميعا وفي مقدمتهم الاعلاميين ان يكافحوا هذا الوباء بدواء الحرص على المهنية والمسئولية الوطنية والعربية وبنفذ المصابين فيه ولا يسعنا هنا الا ان ننوه بمسارعة القضاء اللبناني الى تحريك دعوة الحق العام بحق كاتب الاسفاف والصحيفة التي نشرته وذلك بناء على توجيهات الرئيس سعد الحريري وطالب الحريري بان يكون حزم القانون سيد الموقف وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم تكرار لغة الشتائم والاسفاف بحق المملكة وباقي الدول العربية التي يربط بها تاريخ وحاضر من العلاقات الاخوية المميزة التي لن نسمح لأي كان ولسيما للأقلام المأجورة بتهديدها